آسف لأن أقرب تيشرت عندي للفيلم الحقيقة ينتمي لفيلم تاني خالص وآسف لأن الحر هجم فجأة قبل ما انتهي من برنامج التخصيص اللي بدور عليه من 2005 تقريبا بتبصوا على إيه مش فاهم أنا أحداث فيلم شزام بتتتبع بيلي باتسن الولد اللي عنده 14 سنة واللي تاه من أمه لما كان طفل صغير دلوقتي هو وظيف دائم في البيوت الحاضنة وبيوقع نفسه في مشاكل متكررة بسبب محاولاته أنه يلاقي أمه وبعد واحدة من المحاولات دي بينتقل لبيت حاضن جديد مع أبوين طيبين وخمس أطفال من أعمار مختلفة وبيبتدي يكون صداقة مع واحد من الأطفال دول اسمه فريدي وفي يوم من الأيام بيدافع عنه أمام بعض المتنمرين عشان يلاقي نفسه بينتقل لعالم موازي وبيقابل الساحر شزام اللي بيختاره كبطل جديد دلوقتي ببساطة لما يقول كلمة شزام بيتحول لراجل كبير وبطل خارق بعدد من القدرات الاستثنائية وأثناء ما هو لسه بيتعرف على القدرات دي بمساعدة فريدي بيلاقي نفسه هدف لدكتور تاليس سيفانا اللي مش عاوز حاجة غير إنه يستولي على قدرات شزام لنفسه فيا ترى إيه اللي حيحصل في شزام دي سي بتستكمل اتجاهها نحية الأجواء اللطيفة والخفيفة بعد نجاح أكوامان المرة دي قصتنا أبسط فيما يتعلق بالأبعاد الملحمية للمغامرة ومع تعمقنا وصولا للفيلم السابع في عالم دي سي الممتد الإطار الزمني للأحداث كمان بقى أديق ومع ذلك على مستوى الدراما شزام ثري جدا عندنا قصص كتير بتتحرك بإيقاع ممتاز ومن غير ما تدي للمشاهد إحساس باللخبطة الولد اللي مهمته الأساسية إنه يلاقي أمه مع إحساس بالذنب لأنه شايف في الأساس إنه تاه منها بسبب غلطة منه معاناته عشان يقدر يتأقلم مع واحد من البيوت اللي دايما بيحاولوا يرحبوا بيه صدقته الجديدة مع فريدي اللي بيقدم قدر كبير من الولاء بس بيتوقع فيه مقابله قدر كبير من الدعم تحولوا المفاجئ لراجل كبير وتحولوا المفاجئ لبطل خارق والفيلم أجاد جدا في فصل الزويتين دول وبعد كده الخليط الغير ناضج ده في مواجهة شرير لا يرحم تصوروا كل الخطوط دي وهي بتتقدم بشكل رائع وبتتطور بشكل متقن ودلوقتي تصوروا إن اللحظات اللي الخطوط دي بتتعامل فيها بشكل جاد تعتبر ندرة وإن الكوميديا الفعالة المتوظفة صح بتقود الطريق في كل فرصة ممكنة دي كانت الحالة خلال الفيلم كله لغاية لما وصلنا للفصل الأخير اللي هو ببساطة مواجهة مطولة كان ممكن تقدمها في ربع زمنها مقدرش أقول إنها كانت مملة خصوصا وإن ميزان نقاط القوة ونقاط الضعف على الجانبين كان تم استعراضه بشكل جيد جدا هي بس خدت وقت طويل جدا كان ممكن استخدامه في حاجات أفضل زي أبعاد محاولات بيلي إنه يلاقي أمه وليه الموضوع ده مهم جدا بالنسباله واللي في رأيي يعتبر أفضل خط درامي في الفيلم سواء على صعيد القصة أو على صعيد دراسة شخصية بطلنا اللي خلى فيلم شازام مثير للاهتمام بالنسبالي هو إن الشخصيات اللي فيه مثيرة للاهتمام وهنا ما قصدش البطل والشرير بس على قد ما الفيلم ديق في نطاق أحداته ولكنه غني جدا بالشخصيات بيلي والزوجين اللي مستضفينه والخمس أطفال بيكونوا عائلة ضريفة جدا من تمن أفراد زمانهم على الشاشة متفاوت طبعا ولكن كلهم ليه موجود محسوس ومهم تركزنا الرئيسي على بيلي طبعا وشخصيته الأخرى شازام بالإضافة للمبهر فريدي فريمن فريدي اللي لعب دوره هو جاك ديلان جريزر اللي شفته الأول مرة في فيلم إت وكان عظيم وهنا هو أعظم كمان وأضاف طعم مختلف للمشاهد اللي جمعته مع شازام اللي لعب دوره زكري ليفاي والتناغم ما بين الكنين كان في أفضل أحواله والتناغم في الفيلم ده مسألة معقدة جدا لأننا الحقيقة عندنا تلت ثنائيات بيلي وفريدي شازام وفريدي وبيلي وشازام وده لأن زكري ليفاي قدم أداء رائع في تبنيل تعقيدات معاناة الولد الصغير مع استغلاله لكل فرصة عشان يقدم كوميديا ضريفة من غير ما نحس إنها نغمة نشاز دكتور ثادي السيفانا كمان شخصية مطيرة للاهتمام في رأيي ليه تاريخ بيبرر أفعاله وأهدافه وكشخصية شريرة فقدراته الخارقة واضح فيها جدا نقاط القوة ونقاط الضعف ودي نقطة مهمة جدا في رأيي لأن مؤخرا في أفلام الأبطال الخارقين موضوع نقاط القوة ونقاط الضعف ده ما بقاش ممسوك ومفهوم أداء مارك سترونج للشخصية كان كويس بس ما كانش استثنائي رغم إنه بكل تأكيد ممثل استثنائي شزام فيلم ممتع ومش للأسباب اللي عادة بتخلي أفلام الأبطال الخارقين ممتعة نادرا لما الواحد بيشوف في فيلم من أفلام الأبطال الخارقين قصة في ثراء وتعقيد قصة بيلي باتسن وأنا محترم جدا إن احنا شفنا القصة دي في فيلم خفيف تركيزه الأساسي هو التسلية ولما يكون عندك عمود فقري زي ده بتقدر تسلك بمنتج أقل من مبهر في المهرجانات بتاعت أفلام الأبطال الخارقين لأننا فعلا المرة دي ما عندناش مؤثرات مبهرة ولا مشاهد أكشن تستحق الذكر وما عندناش أسوأ حاجة برضو تحفظي الوحيد حيفضل على الشريحة الزمنية اللي تم تخصصها للفصل الأخير من الفيلم وده لأنها فعلا ضرت تجربة المشاهدة على جميع الأصعادة حتى الكوميديا اللي كانت بتكروز بمنتهى السلاسة في الفيلم كله بدأت تعاني هي كمان في الفصل الأخير خصوصا مع التركيز على مفارقات لشخص غريب كده لابس بدلة سانتا طبعا أنا مش عارف دي فكرة مين بس في تقديري كانت فكرة سيئة جدا تقييمي لفيلم شزام هو تمانية ونص من عشرة ومش محتاج أفكركم طبعا بالمشهدين اللي فتتر النهاية منقشة الحلقة الفيلم القادم في عالم دي سي الممتد هو بيردز أوف بري والمنتظر عرضه في فبراير 2020 تتوقعوا أنه يكون خطوة جديدة على الطريق الصحيح ولا لقدر الله خطوة للخلف ياريت تساهموا برأيكم في القومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي